تشن الطائرات التحالف العربية الأربعاء سلسلة غارات على مواقع يتمركز فيها أفراد من تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت شرقية اليمن وافق ما أفادت مصادر محلية واستهدفت الغارات التي تأتي ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقتها قوات النخبة الحضرمية في فبراير الماضي مواقع للتنظيم بين وادي عمد وارخية في المحافظة وتمكنت قوات النخبة الحضرمية خلال الأسبوع الماضية من السيطرة على وادي المسني والذي يعد من أهم معاقل تنظيم القاعدة في المحافظة